ومن حديث شاهي يسيلوا له اللعاب بيض بالبسترمة وبلوبيض بالبيض وفول بالاشطاب يا خابراميار او بيض بالسجوء بقى اوعى الى حديث حول التغذية الصحية تحديدا تاكل ايه صح بس السؤال هو انا ينفع اكل صح بس يبقى اكل طاعم ولذيذ وجميل دكتور وعدة امين اخصائية التغذية من ورانا عاملة ايه كويسة الحمد لله ينفع يبقى الاكل طاعم وجميل وشاهي وابقعد قدامه كده قلبي بيدق ويرفرف ويهفهف وفي نفس الوقت ما تخنش مش هيبقى للدرجات يعني عشان نبقى وقعين مش هيهفهف قوي يعني زي البيض بالبسترمة اللي في الريف البلدي ولا زي المكران بشامل بس هيبقى حلو يعني مش لازم يبقى اكل دايت ملوش طاعمة خالص بس عمره ما هيبقى زي السكر والمقليات والكلام ده يعني ازاي اكل وانبسط بس ما تخنش واشبع ويبقى الاكل طاعم مازي هنأكل انا بالنسبة لي موضوع الشبع ده مهم جدا عمد ده بالنسبة لي مفتاح ان انا كمل اصلا في الدايت انا مواجعين مش هكم ها هاكل واتبسط اكتر حاجة اصلا بتبقى سبب في ان احنا ندخنه وبتبقى سبب في ان احنا ندمن الاكل كتير ان احنا بناكل دايما نشويات كتير قوي مع دهون كتير قوي فلو انا عايز اكل واتبسط من غير ما تأذي افصلهم عن بعض ابعد النشويات عن الدهون دي خطة سهلة جدا اي حد ممكن يعملها ومش محتاجة ارادة قوي ها يعني انا هبقى كلت اللي انا عايزه واو كلت الحاجات اللي انا بحبها بس من غير ما اخدهم على بعض لان دي هي اللي بتعمل الكارسة ودي اللي بتخلي الموضوع اصلا انا مش عارف اوقف وما فيهاش ارادة حتى لو قلت الدهون يعني مثلا طبق فول بزيت الزتون ما هو زيت الزتون دهون وبعدين هنطبق سرقيف وبعدين يعني هتبقى برضو حفر هنلمتس هنقلل بس شوية الاكل بالشوكة والاكل بالمعلقة ده مش مش ايه مش موري حتى لو هناكل نشويات ما تبقاش مع دهون كتير هو ده اللي عمل المشكلة هو ده اللي بيخلي الموضوع مش هعرف اصلا زيطر طيب اشرحيلي اكتر يعني انا مثلا دلوقتي احنا ده اللي كل الناس بتعمله وده الاكل الطبيعي اللي كل الناس بتعمله انا هنأكل اكل فيه بروتين كتير قوي ودهون كتير قوي ونشويات كتير قوي اللي هو كل الاكل بتاعنا كشاري المقرب بشامله والسندود شات والحاجات دي كلها بتبقى كده ماشي اول خطوة والخطوة اللي سهلة قوي ان اي حد يعملها يهاكل بروتين ونشويات يهاكل بروتين ودهون مش التلاتة على بعض يعني يوم هاكل لحمة فيها ديهن ما اخدش معها عيش ويوم ما هاكل عيش أكله بفول فول ده يعتبر مصدر نشوية على فكرة زي ما هو مصدر بروتين بس مش لازم يبقى فول بزبدة بعيش حتى كمان من الحاجات الحلوة في النوع ده من الأكل إن احنا هنفصل الفصلة دي إنها مش هحس بالتقلة اللي بتيجي بعد الأكل ده هبقى خفيف ايه ممتعة برضه لا التقلة مش ممتعة تاكل وظهرت لورك نبعك خلبة وانتقل دي خطوة أي حد ممكن يعني قبل حتى ما نتكلم في قطعي ايه ومش قطعي ايه وقلب فصلة بس في الأول أمال كانوا زمان يقولوا لنا افصل البروتين عن النشويات لا مش هتعمل الفرق اللي هافصل البروتين عن النشويات مش هتعمل الفرق اللي أنا محتاجه الفكرة قصة وانا ليه بقول افصل الدهون عن النشويات لأن الميكس ده فيه إدمان لأي حد مهما كان عنده إرادة إن أنا حطت لك التلاتة على بعض يعني فيه إدمان نشويات إدمان سكر إدمان شوية وإدمان شوية سكر وإدمان أكل عامة يعني في ناس عندها شراهة أكل هو ده الأكل هو الحياة والأكل هو كل حاجة في الدنيا وده فعلا مشكلة يعني مشكلة بتتعالج بتتعالج كادس أورجي مقدرش أقنكر الأكل بالنسبة لي شيء عظيم رائع مزيكة أنا بحب أول خطوة خالص أن أنا عالج حتة الارتباط العاطفي بالأكل مش مفروض يبقى هو كل الحياة الأول اللي إحنا بتشوف هو دايما بيقى فيه مصدر مخلي الأكل هو الحياة يعني يبقى فيه كور بيقى فيه مشكلة أنا مش عايزة واجهها أو فيه مشكلة مدايقان أو نزهقان أو نزعلان أو تعفل فأنا بالجأة للأكل أو فرحان آه بس قليلا طب الأكل شكله حيو ريحته وتجنل إحنا عشان كده أقول لي هنبعد عن الحاجات اللي هتعمل الإحساس بتاع الإدمان ده اللي هو الهاي كوربهاي فاتهاي بروتين إنه الأكل مليئة بروتين ونشوقاته دون على بعض دي أول خطة مم ساعتها لما بنشيل أصلا الحاجات اللي سهلة قوي إن أنا أكل منها بشراها دور الإرادة ودور العزيمة ودور قلل شوية بيقل كتير قوي أنا هلاقي نفسي أصلا مش عارفة كل كميات كبيرة من الحاجات دي خلاص أنا بصي النوع ده من اللقاءات أغلبه بيبقى بجد يعني نعمل إيه ونقول حاضر أنا ما بعرفش أقول حاضر عمال على بطول ماذا؟ فأنا هقدر أقول لك بمنطول بسطة إزاي؟ يعني مثلا قاعد بتفرج على التلفزيون فيلم لطيف وممتع فالفيلم علشان حلوته تكمل لازم أكلة جميلة قدامه شوية ساندويتشات يا إما شوية منقنقات منقنقات بتاعتي غير بقيت الناس أنا منقنقات بتاعتي لحمة فده موضوع تاني لكن شوية ساندويتشات هعمل إيه؟ ده ارتباط طيب ارتباط تاني بتبقى أنت واصحابك هنتقابل مش عارف إيه هنروح فين؟ ما تيجوا نروح نتعشى في المكان الفلان فهنغب على طول فهاش ظهر يعني؟ وبالذات أصدقاء العمر بقى شلت الولاد وهما نزلين يأكلوا فده بتبقى لوحدها مأساة كبيرة جدا طيب في مثلا اللي هو يوم عمل طويل فأنت قاعد أنت وفريق العمل أصدقائك وإذا ما لقك ما نبعت نجيب أكل عشان ما عرف نكمل شغل فأنت طول الوقت عندك في يومك فيه حاجات بتجبرك تأكل ده غير ريحة الأكل كده لما تيجي عليك وانت ماشي بالعربية أو بتتمشي على رجلك في مشوار بسيط تشم ريحة عربية تكبدة حلوة فتروح واقف تخد لك خمسة، ستة، سبعة، تمانية، عشرة بترغفها وتروح أوكي، ألف هناء الله يهنيكي، أبداً معنا طيب، هما كل الحاجات دي مش حاجات مختلفة عمتاً خالص هما كلهم بيجمعوا بين حاجتين هما دول الأساس كل المشاكل بتاعت الأكل أولها أن أنا الأكل حياتي والأكل هو كل حاجة والارتباط الكبير قوي بالأكل وتانيها أن أنا بأكل حتى وأنا مش جعين ودي مهم جداً أن أنا مش مفروض أكل حتى إلا لما أكون جعين ما ليش دعوة إيه الأكل موجود قدامي، ما ليش دعوة إيه الحاجة أو إيه الموقف اللي أنا محطوط فيه أنا مفروض أكل وأنا جعين هو المفروض هي دي ربنا خلقنا علينا، أكل لما نجوع وخلاص يعني كلنا وشبعنا وخلاص فدي أول خطوة إن أنا مش أكل إلا ونجعين ساد فيس ساد فيس ما هو عشان الارتباط الكبير قوي بالأكل ما هو برضو هيبقى السؤال ما هو ليه أكل ونجعان بس؟ وإيه اللي كان ربنا أدلنا صنف واحد؟ علشان النتيجة بتاعت ده واضحة جداً ويبقى كده يبقى كان ربنا هيدلنا صنف واحد بس اللي ناكله عشان لما نجوع ناكله أو ما كناش يتعلمنا الطبخ فكان يبقى فيه عندنا عشرات الأصناف بس بنا كلها رو مثلاً كده فهو ده كان موجود في مرحلة من المراحل ماشي ما دي مرحلة بدائية نحن لقتي متحضرين ماشي هو ده الفكرة بنطبخ وإحنا ليه أصلاً بندي نصائح دي علشان النتيجة بتاعت الحاجات اللي احنا بنعملها دي بقت واضحة قوي لدرجة إن ما بقاش ينفع نبقى عاملين نفسها مش شايفين احنا بوزن الدنيا باين قوي إن اللي بيحصل غلط يعني لما يبقى كل معظم الناس وزنها زائد ومعظم الناس بتحول تخصه مش عارفة فلما يبقى ده العادي يبقى أكيد المشكلة مش في كل الناس يبقى فيه سلوك معين إحنا مفروض نغيره علشان النتيجة دي تتحل عند كلنا طيب هل ينفع أكل الحاجات اللي بحبها واللي نفسي فيها وفي نفس الوقت أتخلص من إدماني للأكل وكمان ما تخنش لا لا ما ينفع تتبستميني ليه عشان أنا مش بحبش فكرة إن أنا أخد حاجة من غير تمن يعني الفكرة دي مش صح فكرة كل اللي انت عايزه هتخص برضو كل اللي انت عايزه بس أقلله لا مش بيحصل طيب هروح للفاصل وهنرجع بعض الفاصل أسألك هل ممكن موضوع مثلا الصيام المتقطع يعالج لي الحكاية دي ليش ما أنا هاكل على مدار اليوم بقى أنا عارف إن دكتور وعد تعبانة معي لأن أنا مش بقصة مزيع صعب أنا أكيل صعب فاصل ونكمل الكلاما بحاول أخلي دكتور وعد أمين تغير مبادئها فيما هتعلق بالأكل بس استحالة خلونا أنه هجدد الترحيب جدا بدكتور وعد أمين أخصائية التغذية وهرجع على المسألة طيب الصيام المتقطع ما يعالجش إدماني للأكل لا دا هيعالج جدا إزاي بقى؟ دا هو دا الأساس إن إحنا هنبقى في فترة في اليوم مش طول النهار باكل فيه أنا في ناس كثير قوي بتقولني أصلاها لازم طول الوقت بقى في حاجة بكلها أصلاها وأنا بقى خلص الأكل أبو فكر في الأكل بعدها أنا أصلاها أيها فالصيام فكرة إنه بقى فيه وقت في اليوم خلاص أنا مش هاكل مش هاكل بقى بس كميات قليلة وبس هاكل حاجات بسيئة لا دا مش هاكل دا الواحده أصلا بيقلل جدا الارتباط بالأكل وبيخلينا نشوف إن فيه حاجات تانية تتعامل في الدنيا غير الأكل يعني أنا خلاص مثلا إحنا مثلا من صوم 16 ساعة دا شباه رمضان دا أكتر حاجة منتشرة وأكتر باكل منتشر من الصيام لو أنا عندي 16 ساعة من غير والأكل بالنوم يعني هبنعد ساعة النوم بس ما فيهمش ولا أكل خالص ولا مية لا فيه فيه مية فيه مية طبقا هو دا الفرق أكتشوري بين الصيام والصيام رمضان فيه مية فيه شاي فيه قهوة ينسون اللي هي المشروبات بتاعتنا العادية دي مغير سكر طبقا فأنا بيبقى عندي وقت في اليوم أولا أنا خلاص بنسى الارتباط الكبير قوي بالأكل دا مش فيه يوم وليلة يعني أنا بتاخد شوية كده عاملة زي أول أسبوع في رمضان الاستخدوع واللي مش قادروا عايز أكل شوية مش عارف إيه وبعدين فعلا أنا بنسى الأكل وأنا بسمع على فكرة الكلمة دي كتير جدا حلو أنا بعد فترة من الصيام أنا بقيه تنسى الأكل هو دا اللي المفروض يحصل يعني إحنا ننسى الأكل لحد ما نجوع وجسمنا فكرنا إن فيه أكل أنا دلوقتي محتاج أكل وهنا جعاندي يبقى أنا جسمي بيقولي أنا دلوقتي محتاج أكل فهقوم أكل فالصيام بيعالج موضوع الارتباط بالأكل دا أكتر من أي حاجة تانية حلو جدا فلو افترضنا إن البنياء دا ممكن ينام سبع ساعات مثلا هيصوم معاهم تسع ساعات يبقى كده دول ستتاشر ساعة الصيام قبلهم قبل النوم كم ساعة وبعد النوم كم ساعة علشان ما خدهمش خط الأزق وعلى فكرة بعد كده الموضوع بيبقى أسهل بكتير يعني هو في الأول الستاشر دول بيقوا بالزق أول خطوة قبل حتى ما نبدأ في الستاشر يعني إحنا نبطل للسناك دا سبو فاستنج بتوين ميلز إن إحنا نعمل صيام بين الوجبات دي أول خطوة خالص فأنت وقف كل ال.. في طرقه دا عاش وقف كل إن أنا أقل في النص خالص دي أول خطوة دي بتقلل جدا من حتة إن أنا بتسلب الأكل في حد كده يقولك يا عم دي تفاحة لا ما فيش يا عم دي أي حد دي لخيارتين دي جزرايا لا خلص ميا شاي قهوة كده خلص بدون سكر اه طبا فيبقى مثلا قبل النوم بساعتين صيام وبعدين مثلا النوم سبع ساعات قدي تسعة وبعدين صيام سبع ساعات بقى بعد مصح اوه أول لو هتنام 8 ساعات أربعة قبل أربعة بعد كده يعني ما في حد بينام 8 دلوقتي إن شاء الله بس بدا في سهل قوي لو إحنا بدأنا بموضوع نقطع السناكس شوية شوية فطار غدعش ده على فكرة أنا شفت الموضوع ده مع ناس كتيرة جدا في الأول ما بيبقوش متخيلين هم هيعملون بس في الأول بنقول فطار غدعش وأنا اللي بقول هم ثلاثة وجبات فطار غدعش بعد شوية هو اللي بيجي يقول لي أنا مش بقيتش أعرف أكل فطار غدعش أنا بقيت أكل واجبتين طيب لما بتخلص مدة صيامي بقى أبدأ أكل إزاي؟ هنبدأ ناكل المفروض أصلا الهدف من الصيام المتقطع أنه هو بيقل هرمون اسمه الإنسولين اللي هو المسؤول عن تخزين الدهون في الجسم فلو أنا خلصت الصيام وروحت واكل حاجة مليانة نشا يعني فطرت على فطير مشالة تدمزلت ده معناها أنه هيحصل عملية ضخ إنسولين كتيرة في الدم هيترفع منصوب الأنسولين هيتحرق النشا ده بسرعة فجأة أحس بأن أنا جعان أو تعبان أو هفتان فهضطر أكل تاني دي مهمة جدا على فكرة أنا دايماً المشكلة في الدايت اللي مليانة نشاوات إنه بيدخلني في لوب يخلني عودة لفة حوالي النفس ما هو أنا هفطر مثلاً كورنفليكس مثلاً حاجة مليانة نشاوات أو سندويت شاد توست ومش عارف أي أنا على طول بعدها بساعتين لازم سكري هيوط أنا أبقى فاكر إنه ده جوع أو ما ده مش جوع أبقى فاكر أنا سكري يوطي لإني لسه هاكن لش فهفضل اللي في حوالي النفس العكس بقى تماماً بيحصل لو أنا قمت مثلاً بطرت بيد قملات بزبدة عادي خضورة ده كده بروتين في بروتين بروتين وفات بروتين ودهون خلاص أنا بعدها مش بساعتين وعلى ثلاثة ولا أربعة أنا هنسل أكل وده بيحصل فعلاً فهي زي ما اللي أنا طول النهار باكل نشاويات ده بيؤدي غصب عني لني طول النهار جاعين العكس بقى بيحصل طيب زي ما كنت بقولك أنا طب صحيت من النوم وشربت مثلاً قهوة أو شاي أو ينسون أي نكمل غير سكر وبكمل يومي باخد أي مشروبات بدون سكر مش مسموح فيها عصائر لأن العصائر فيها فراكتوز فيبقى سكر فما ينفعش ماشي هممكن ناكل فاكهة ناس من العصور هاو علشان ما فيهاش فايبرز؟ علشان ما فيهاش فايبرز وعلشان خلاص الألياف بتروح طالما عصرنا الفاكهة وعلشان السكر اللي فيها بيتركز أول ما تتعصر فهنا ناكل الفاكهة زي ما هي يعني ينفع في الصيام وتقطي لي ما ينفعش لا طب مخصص صيام ليه لما هنأكل فيه ما فيش بقى هاكل فيه فاكهة ما ده أتاكل خلاص بقى يجيب عاد أكلي عادوا السبع ساعات الصيام قبلوهم سبع ساعات نوم وقبل النوم ساعتين صيام تانين يبقى أنا كده كملت السبتاشر ساعة هاكل بقى هاعد أكل ازاي؟ ما قولنا هو؟ يعني ما تقول ليش لأكل بيض ايه بيض ايه؟ ده مثال أنا بتكلم في المسال البيض ده كمسال من حتة إن إحنا كنا بنقوم نفتر سندوتشات ماشي أنا اللوقتي هتغدى هتغدى دكتور أنا هتغدى زي ما انتفقنا في الأول يا هنأكل حاجة هنأكل عايزت تاكل فات النهاردة أخد فات وبروتين هنأكل الدهون النهاردة هنأكل دهون وبروتين يعني أخدنا شويات وبروتين بس ما ناخدش يعني بلاش نأكل لحمة مليانة دهن ومعها روس أو بلاش نأكل حاجة دهن لو اللحمة فيها دهون خلي جنبها خضرة وبروت مثلا دي تحف ونسويهم مع بعض وبيطلع أكل حلوة هيطلع طعامه حلوة فيش خلاله هيطلع طعامه جميلة من غير بقى منحط معايش وعلى فكرة وجربها ورقة لحمة كل ورقة لحمة كده ما بتعملش التهمة بتاعة الأكل حالي خفيفة خفيفة والله بجد أحد مع إنها فيها دهون كتير بس إلا إنها من غير نشويات هتبقى أفضل كتير من إن أنا لو استخدمت النشويات كتير المكس التلاتة على بعض ده قصة تانية لو أنا بقى النهاردة عايز أكل بطاطس مثلا خلو سأخد معها بروتين ما يبقاش فيه ما يبقاش في دهون صدور فراغ سمك كده أوكي طيب إيه أفضل بروتين أدخله جسمي مفروض التاكس بوك اللي ذاكتب ما بيقول أحسن بروتين في الدنيا البيض فعلا ده اللي ذاكتب ما بيقول يعني بس البروتين الحيواني عمتاً ده أحسن حالي أحسن بكتير من النباتي يعني لو أنا عندي اختيار يا بيضي يا فون بيض طبع طيب إيه أفضل دهون أدخلها جسمي الأنمال فات الدهون الحيوانية أو الدهون اللباتية اللي هي زيت الزاتون زيت جوز الهند مش المهدرجة مش عم بدي الشمس والدور أو مش بكر مش دي القصة يعني زيت زيتون عادي أو أكسترا فيرجن يعني أي زيت زيتون بيبقى بكر طبعاً بس لو حتى مش بكر هو طبعاً أحسن من عم بدي الشمس والدورة والمصايب دي بكتير فأحسن حاجة خالص إنه ناخد الدهون الحيوانية على فكرة إحنا لو كان أصلاً بروتين حيواني مش هنحتاج نضيف دهون أمال يعني كانوا زمان يقولون لنا الدكاتنا بتوع زمان يقول لك متاكلش بالسمنة متاكلش بالزبدة لأ حط زيت لأ كلام إيهاني دي مدرسة قديمة هي مرحلة بس حصلت كده في الطب وفي التغذية من الخمسينات كم سنة اللي فاتوا يمكن لحد التسعينات واحد سنة دي كانت طفرة الزيوت النباتاء وطفرة إنه يلا جماعة على الهرم الغذائي وأكلنا كله نشويات زي ما بنتكلم في أنا دايما بقول الموضوع ده إن النتيجة التعدى بتتحدث عن نفسها يعني إحنا مش محتاجين نقول إنه ده غلط لأنه نتيجة واضحة مش طبيعي إنه يبقى العادي إنه دلوقتي المتوسط بتاع الناس إن معظم الناس وزنها زيدة على الطبيع فده مش العادي يبقى أكيد اللي بيتعامل اللي كلنا بنعمله فيه حاجة غلط هي الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي في الخمسين سنة في النص ده يعني أنا حزين على الجيل بتاع ولادي تحديداً يعني أنا ولادي الحمد لله كويسين وبتوع رياضة وبتاع لكن أنا بشوف كتير جداً من الجيل ده بقى بشكل عام حاجة صعبة خالصة يعني الولاد واضح إنه هم نمط الغذاء بتاعهم أكتر من سيء وإحنا قدوهم كنا أشاوس ورياضيين وجسمنا مشدود موضوع الرياضة كمان بيدي حتة إن أنا أنا بأتمرن فخلاص بقى أهم اللي أنا عايزه أنا بحب قوي على فكرة أتكلم في موضوع الرياضة وأتكلم في إنه مش لازم أبقى شخص رياضي علشان أبقى بأتمرن إنه أحد ممكن يتمرن أياً كنسنه إنه أي تمرين أحسن من مفيش عشان فيه ناس بتحط الرياضة دي على إن أنا يا أم أبقى رياضي يا أم أبقى بطل العالم وإلا فلأ يا أم أبقى خالص خالص طب ودايما أنا بتسئل طب ينف عنزلة أمشي الكلب طب ينفع عنزلة أتمشي تحت البيت طب ينفع أركب العجل أي حاجة أحسن أي حركة لعضلات الجسم مفيدة أحسن من أن أعود طبعاً بس الحاجة الوحشة بقى في قصة الرياضة دي اللي بتحصل كتير إنه في ناس كتير قوي طبعلاً ما بتتمرن تقولك خلاص بقى أنا ما تمرن زي السيام على فكرة التمرد بيحصل مع السيام بس صححيني بقى الصح في إن أنا أخفض وزن جسمي وأقل للدهون اللي في جسمي أقف البقي ده 80% 20% الرياضة دي تعمل تونيك تشد الجسم وتقدر شكله وتزود كتلة عضلية اللي بدورها تزود المعدل الحرق بتاعي اللي بدورها تخلي شكله ما هو محدش عايز يخسل غالباً أصلاً عشان شكله يبقى حالي فده جزء منه كبير قوي كتلة عضلية عشان بقى مجدهوده يبقى شكله بس طبعاً صح 80% 70% هتقابل بس الأكتر أكتر طيب على ذكر قصة أقف البقي فيه ناس بتروح عاملة إيه بقى يجي يقولك بس ميت فول مش واكل ما بياكلش ويقعد أو تقعد طول اليوم ما تاكلش حاجة ويأكل كباية زبادي مش عارف طبق رز بلبن في آخر اليوم بقولك الحمد لله أنا كده دخلت بروتين أو وكاربو ميت فول ودي كباية عصير يا عم عشان الفيتامينات ده صح؟ ولا ده هنتريش؟ طبعاً ده مش صح بعدين هو أنا كده مش ما باكلش ما أنا باكل لهم هو إحنا عايزين الموضوع يبقى أبيض ويسلت يعني أنا يا صايم يا واكل مش عايزين حتة اللي في النص وهاخد شوية مكسرات هاخد طفحاء مفيش ما هو أنا يا جعان يا مش جعان وأنا دايماً بقول إزاي يعرف أنا أن أنا جعان لما لاقي نفسي ما بنقيش أنا مش قادة تأمر بقى وانا قلوض أنا نفسي في مش عارف إيه وانا مش عارف إيه طيب كما زمان برضو يقولوا إن كده كنت مدرسة يقول بص يا جماعة الشعوب بتاعة شرق آسيا بس شايف إزاي ما بيتخنوشوا مفيش نسبة سمنة بلقول لهم أيوا يقولك طيب إزاي الدكتور يعني يقولك يقولك لأنه بيأكل ست سبع واجبات في اليوم بس واجبات صغيرة لا يا فكرة الدول دي صعبة قوي نكتبين بوينت نقمسك كده وقول البلد دي بتعمل كذا هي اللي مخليها دي صعبة جدا لأن في عوامل وراثية أصلا في عوامل وراثية كم ده خلص برضو؟ لا تاني وهو ده اللي كل ناس تعمل وبردو ناتيك تواط ولو تكلمنا فيها علميا أنا ماينفعش أصلا نحرق دهون وأنا وايك طول ما أنا دخلي تغزية طول ما الجسم مش محتاج يحرق اللي عندك بالزبط هحرق المخزون لي يعني؟ أنا قاعد كل شوية تفحية كل شوية شوية مكسرات أنا هسيب بقى التقل لسه ده خلالي فراش هاخش تحرق دهون أنا شايفة بصراحة إن جزء كبير قوي من الاستماع للنصيحة الشهيرة بتاعتكول كل ساعتين إنها نصيحة ظريفة خصوصا لحد بيحب العكل أكرم حسني أكرم أكرم بقى ده صديق العمر يعني فأكرم مرة زمان اخترع لنفسه رجيل عبارة عن صنيتين مكرونة بالبشاميل في التلاجة فكل ساعتين ثلاثة هياخد قطعة بتعمليها أكرم مواجبات مستمرة على المدار اليوم علشان تنشيط الحرق خص؟ لا طبعا طبعا أكرم خص مؤخرا لما أشتغل بقى زي ما بتقولي كده الصيام متقطع إنته خص جدا إنته أكرم بتخصف كده زي ألي الصيام المتقطع أو ما قلتش حاجة أهو عمتاً رمضان فرصة لأي حد حتى لو مش مقتنع بالصيام فرصة ما أهو حتى لو مش مقتنع بالصيام متقطع إحنا بنقولي أي كلام جربنا بقى في رمضان أهو إنته كده أصبح في عندك التزام أهو إنته كده كده صي حلو بعد بقى ما تكسر السيام اسمع كلامنا في حتة إننا مش هفضل شغال طول فترة اللي هو بقى من الفتار لحد الصحور بس مش عايزين أكتر من كده في رمضان دي الواحدة يعني أنا لو في رمضان اللي جاي إيه ده أهونا كده كده صي بس هفتر واتصحر وهنمشي على التعليمات الصغيرة على فكرة أنا كده بقول يعني الناس اللي عارفيني تبقى عارفة إننا كده بقول حاجات تقلب كتير من لا في العادي بنصح بيها علشان بس نبدأ نخش الطريق أيو بس طب أنا لحظت حاجة بقى أشققنا في الخليج يعملوا حاجة لطيفة جدا وعجبتني إيه هي يفتروا خفيف خالص كأنه ده صحور يعني لقمة خفيفة ومثلا شوية طمر شوية عصير بوساط القهوة العربي اللطيفة دي والصحور هو الأكل اللي بجد تتلاقي بقى فيه المنسف والمش عارف إيه والعاجات الجميلة اللي أنا موت فيها دي أنا عجبتني الفكرة قلت أصحيحة طبما أنا بعض الصحور بصوم لفترة طويلة فأوجب إنه ده اللي بقى فيه الأكل والفطار أنا مش عايز ده اختراعي بقى مش عايز أصدم معدتي فعلى ما يبدو إخواننا في شبه الجزيرة بالفطرة كده زبطوها هي فيها مفيش مشكلة لو عايز الأكلة الكبيرة تبقى في الصحور أنا عايز الأكلة كبيرة على طول لو سألتيني بصراحة بسه بس الفطار هو ده هيبوز حتة معينة بس حتة إنه أنا هبقى ما بوزت حتة اللي أبيض الأسود يعني ما هون يا جعان يا مش جعان يا جعان يا مش جعان هنا لو جعان على الفطار يبقى ياكل لو مش جعان يبقى خلاص هفطر على مياه خلاص واستنى حد ما جوه تاني بلاي كان وغايته بيض واسود جعان هيكل مش جعان مش هيكل فمفيش القصة بتاعت خلاص هاخد تفاحة خلاص هاخد شوية طمرة خلاص هاخد يا هنا يا هنا يا جعان يا مش جعان بس تنصحينا بأي سكر أنا ما بحبش السكر أبس إينا أنا رجل ما بحبش السكر إينا لأ أنا بكرر السكر تقولي للناس بلاش سكر لأ طبع خالص وتقليله ما بينفعش لأن السكر إدمان فلما بقلله بالعكس إدمانه بيزيد فالسكر ي لا إقطع سكر وليه أعراض انسحاب ورخمة أوي وساعات الناس بتفتكرها إن دي معناه إن أنا محتاجه دي خلق ودوخة وصداع ومش مركز ففي ناس كتير قوي إن أنا بتقطع السكر جلها الأعراض دي بيقولك يبقى أنا جسمي محتاجه يبقى أنا عضلة بسكر آه يبقى أنا جسمي بيقولي يوم أنا مش عارفة أركز من غيره دي أعراض نسحاب زي أي حاجة فيها إدمان زي السجاير زي أي حاجة فيها إدمان مش معناه إن يمحتاجها بس معناه إن أنا أدمنتها لدرجة إن خلاص ده بقى مصدر الطاقة الطبيعي وهو مش عندي دلوقتي فأنا مش عارفة نحنا نحن نحن نلتقي كتير علشان موضوع الأكل ده لحنا وقتنا خلاص المراضي بس نحن نحن نلتقي كتير نقعد نفكر مع بعض في طريقة الأكل بقى يعني وانا باكل كده علشان أشبع وانبسط وأفصل ما بين البروتين والدهون من ناحية وما بين الكرب من ناحية وهلينفع أاكل الكرب بس ويبقى شاهي وطعمه نطيف يعني هتحل لها لي صح؟ لها حل هنلتقي تاني مع دكتور وعد أمين نورتنا وشرفتنا أشكرك جدا من هنا الرمضان بقى بس يا دكتور وعد أقعد كنت أقول لكم كله زي ما أنتوا عايزين وحدة وحدة من هنا لحد رمضان وفي رمضان التزموا التزموا بنصائح دكتور وعد أمين خصائية التغذية كانت منورانا حالا دلوقتي خلصت الحلقة لحد كده دقيقة هيكون موجود معكم كريم رمزي ورقم عشرة أما أنا إن كلنا العمر فنقابلكو بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التسعة سلامات